بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء بنات الطلاب والطالبات في درس اليوم من مادة لغتي للصف الثالثة هي الفكرة اليوم سنراجع مجموعة من المهارات تألمنا خلال هذا الفصل الدراسي وريد منكم فقط أن تلتزموا بتعليمات الدرس درسنا هو مراجع للمهارات السابقة حتى نراجع هذه المهارات يجب دائما أن نبقى في مكان هادي بهضاء جيدة وتهو مناسبة بصحبتنا أحد أفراد الأسرة البالغين حتى يساعدنا في عملية التعلم كتاب مادة لغتي والقلم لنقوم بحل مجموعة من التدريبات أثناء تعلم المهارة نريد اليوم أن نراجع كيفية كتابة الجمل ماذا نقصد بالجملة وكيف نكتب جملة مفيدة أولا يجب أن نعرف ما هي الجملة ما هي الجملة الجملة هي كلمتان أو أكثر لها أو مرتبطة مع بعضها للدلالة على شيء معين أي لها معنى صحيح وواضح إذن حتى أقول أن لدي جملة يجب أن تكون الجملة مكونة من كلمتين أو أكثر للدلالة على شيء واضح حتى تكون جملة مفيدة إذن مما تتكون الجملة من كم كلمة؟ كلمة أو كلمتين؟ كلمتين أو أكثر كلمة سنقول عنها كلمة واحدة ليست جملة مثلا محمد هل هذه جملة؟ محمد كلمة واحدة هذه ليست جملة لكن لو قلنا محمد طالب مجتهد كم كلمة؟ محمد طالب مجتهد ثلاث كلمات إذن هذه جملة إذن دائما يجب أن تكون الجملة مكونة من كلمتين أو أكثر مثال لدينا هنا الأسرة الفقيرة عنوان درسكم الأسرة الفقيرة طيب هذه جملة أو مكونة من كلمتين إذن هذه جملة لأنها مكونة من كلمتين طيب كم نوعا للجمل؟ حتى أكتب الجملة يجب أن نعرف ما نوع هذه الجملة التي أكتبها إذا أردنا أن نكتب الجملة يجب أن نعرف أن لدينا نوعان من الجمل النوع الأول جملة اسمية والنوع الثاني جملة فعلية طيب ماذا نقصد بالجملة الاسمية وماذا نقصد بالجملة الفعلية هذا النوع الأول جملة اسمية هذا النوع الثاني جملة أو جملة عفوا فعلية إذن لدينا كم نوع للجمل نوعان جملة اسمية جملة فعلية طيب ما هي الجملة أساسا ما هي الجملة الجملة حسنتم كلمتان أو أكثر كلمتان أو أكثر طيب لو أردنا مثلا أن نعرف نوع الجملة هل هي جملة اسمية أو جملة فعلية يجب علينا أن نعرف مما تبدأ الجملة الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ وبيسم طيب دعونا نكتب جملة اسمية لكن دائما يجب أن نتذكر قواعد الكتابة الصحيحة يجب أن نكتب بخط واضح على خط مستقيم على السطر وكذلك بقلم أستطيع أن أقرأه طيب الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم طيب ما رأيكم هل هذه جملة اسمية التي كتبناها باللون الأسود هل هي جملة اسمية هل تنطبق عليها تعريف الجملة الجملة ما هي كلمتان أو أكثر طيب كم كلمة موجودة باللون الأسود كم كلمة كتبنا كلمة واحدة إذن ليست جملة هذه كلمة حتى تكون جملة يجب أن تتكون من كلمتين أو أكثر من كلمتين أو أكثر طيب لو كتبنا محمد طالب مجتهد مثلا يصبح لدينا جملة لماذا؟ لأن كم لدي كلمة؟ لدي واحد الثنان إذن هنا جملة هنا جملة لماذا؟ لأنها مكونة من أكثر من كلمة طيب لو أردنا أن نعرف هل هذه الجملة اسمية أو فعلية سننظر إلى أول كلمة في الجملة طيب أول كلمة في الجملة ما هي؟ محمد إذن هذه جملة اسمية لماذا؟ لأنها بدأت باسم أي أن أول كلمة في الجملة اسم وهو محمد وهو محمد إذن دائما الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم هي الجملة التي تبدأ باسم طيب محمد لاعب ماهر محمد لاعب ماهر طيب لدي الآن جملة لماذا نقول أنها جملة؟ من كم كلمة مكونة؟ من كم كلمة؟ ها نعدوها سويا واحد محمد اثنان لاعب ثلاثة ماهر إذن لدي هنا كم كلمة؟ لدي ثلاث كلمات ثلاث كلمات الجملة تتكون من كلمتين أو أكثر هنا لدينا ثلاث كلمات إذن هذه جملة هذه جملة طيب أردت أن أعرف هل هي جملة اسمية أو لا؟ أو فعلية؟ ماذا أفعل؟ أنظر إلى الكلمة رقم واحد الكلمة رقم واحد محمد هل كلمة محمد كلمة تدل على اسم أو فعل؟ ها هذا الولد في الصورة؟ اسمه محمد إذن اسم هذا اسم لماذا؟ لأنه اسم اللاعب اسم الولد محمد كلمة تدل على اسم لذلك هذه الجملة كاملة جملة اسمية لماذا؟ لأنها بدأت بالاسم محمد إذن الآن عرفنا ما هي الجملة وكيف أعرف الاسمية والفعلية؟ الجملة كلمتين أو أكثر أو كلمتان عفوا أو أكثر الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم والجملة الفعلية دائما تبدأ بفعل الآن لدينا محمد لاعب ماهر هذه جملة جملة اسمية جملة اسمية طيب الآن نريد أن نكون جملة اسمية طيب أريدكم أن تنظروا أمامكم الآن وتحاولوا تكوين جملة اسمية تذكروا القاعدة التي أخذناها قبل قليل الآن لدينا علم نريد أن نكون جملة يلا الآن حاولوا تكوين جملة عن هذا العلم سنقول ماذا؟ إذا قلنا علم كلمة واحدة إذا ليست جملة لا بد أن تكون مكونة من كلمتين أو أكثر لو قلنا علم أخضر كم كلمة كلمتان إذن هذه جملة علم أخضر لو قلنا علم المملكة العربية السعودية أيضا جملة لماذا؟ لأنها مكونة من كلمتين أو أكثر لكن لو قلنا علم هي كلمة واحدة تصبح ليست جملة طيب إذا لابد أن تكون الجملة التي كوناها بكونة من كلمتين أو أكثر الآن نقول علم السعودية هذه جملة علم أخضر أيضا جملة علم المملكة العربية السعودية كذلك جملة لكن لو قلنا علم فقط هذه ليست جملة هذه كلمة طيب إذا عرفنا الآن ما هي الجملة الجملة يجب أن تتكون من كلمتين أو أكثر طيب الجملة قبل قليل علم السعودية هل هي جملة اسمية أو لا لو قلنا علم السعودية طيب هل هذه جملة اسمية أو جملة فعلية علم السعودية جملة اسمية أو فعلية ننظر إلى أول كلمة في الجملة علم علم العلم اسم اسم للشيء الذي رفعناه قبل قليل للعلم إذن هذه جملة اسمية لماذا؟ لأنها بدأت باسم لأنها بدأت باسم إذن الجملة الاسمية دائما هي الجملة التي تبدو باسم نظر إلى أول كلمة إذا كانت اسما ستكون الجملة كاملة جملة اسمية إذا كانت فعلا ستكون الجملة كاملة جملة فعلية إذن عرفنا الآن كيف نكون جملة كيف نكون جملة حتى نتمكن من كتابتها يجب أن نعرف الطريقة الصحيحة لتكوين الجملة يجب أن نعرف الطريقة الصحيحة لتكوين الجملة طيب الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدو بفعل بمعنى أن أول كلمة في الجملة يكون فعلا طيب الفعل ما هو؟ الفعل هو الكلمة التي تدل على الحدث طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الجملة ستبدو بكلمة تدل على الحدث طيب الآن أريدكم أن تنظروا ماذا يفعل الأستاذ أمامكم؟ يلعب بالكرة يلعب بالكرة يلعب يلعب كلمة تدل على الفعل على الحدث ماذا يفعل الأستاذ؟ يلعب بالكرة يلعب كلمة تدل على فعل إذن يلعب جملة فعلية يلعب جملة فعلية لو أردنا أن نقول يلعب بالكرة ماذا يفعل الأستاذ؟ يلعب بالكرة يلعب يلعب بالكرة ها أين هو الفعل يلعب ماذا يفعل الأستاذ يلعب إذن يلعب بالكرة يلعب هي الكلمة التي تدل على الفعل إذن هذه لدينا هنا الآن ماذا جملة فعلية لماذا نقول أنها جملة فعلية لأنها بدأت بفعل ماذا يفعل الأستاذ يلعب بالكرة إذن يلعب كلمة تدل على الحدث ماذا يفعل ماذا يحدث الآن الأستاذ يلعب بالكرة إذن يلعب ماذا كلمة تدل على الحدث لذلك سنقول أن هذه جملة فعلية إذن الجملة الفعلية هي دائما الجملة التي تبدو بفعل إذن تعرفنا على أنواع الجمل حتى نستطيع أن نكتب جملة مناسبة يجب أولا أن أتعلم كيف أكون الجملة شاهدنا قبل قليل مجموعة من الطرق التي تساعدنا على تكوين الجملة أنظر إلى شيء معين وأحاول أن أصفه بجملة مفيدة إذا كانت الجملة تبدأ بإسم ستكون جملة إسمية إذا كانت تبدأ بفعل ستكون جملة فعلية المهمة تأكد أنها مكونة من كلمتين حتى نقول أن هذه جملة يجب أن تتكون من كلمتين أو أكثر أتمنى أن نكون استفدنا من الدرس حاولوا في المنزل تدربوا على تكوين جمل لكن تأكدوا أن تكون جمل مفيدة بعد ذلك حاولوا أن تكتبوها أتمنى أن نكون استفدنا من الدرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم